بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خلال يومين أو ثلاث أيام أردوغان يصفع بوتين صفعتين كل واحد فيهم يعني لها ثقالها الصفعة الأولى لما جاء زلينسكي إلى تركيا وأردوغان وهو هناك اتفق مع زلينسكي وأعطاه الأصلة بتوع أوزوفستال اللي هم المتطرفين الأوكرانيين وخدهم زلينسكي وعمل بهم تصوير كبير ورجع بهم إلى أوكرانيا وأردوغان أعلن أنه بيدعم أوكرانيا وبيدعم استقلال أوكرانيا وبيدعم محلة الأراضي الأوكرانية الغريب أن الروس تفهموا هذه الخطوة وقالوا برغم أن موقف تركيا مخالف للاتفاق إلا أن هم يتفهمون سبب الموقف التركي ولتمثلهم الأعزاب يعني تقدر تقول الصفعة عادية يعني الروس تقبلوها باعتبار أن هي أقل الخسائر لسه أخش معاك في موضوع تاني لكن الصفعة الصعبة هي أن أردوغان وافق على انضمام السويد إلى حلف الناتو وكانت أكبر خدمة بيعملها أردوغان للروس هي منع السويد من الدخول إلى الناتو وأنا قلت لكم قبل كده السويد مش هتخش الناتو ولا فنلندا هتخش الناتو وبعد كده فنلندا دخلت من كم شهر وأنا قلت لكم بسبب أن هي داخل البحر البلطيق جوة ومش هيوصلها إمداد فمسألة تزودها بالسلاح مسألة صعبة فالموضوع ده مش هيأثر كثير إلا لو روسيا اعتدت على فنلندا باعتبار أن هي علو ناتو يعني فنلندا مستفيدة من الناتو لكن لن تقدم له شيء لكن السويد بقى وضع مختلف إيه اللي حصل يا بالشباب ركز معايا وصح صح عشان فيه صراع تركي روسي يبدو أنه هو يعني يلوح في الأفق لكن أنا ما زلت أقول لك الصراع قادم لكن مش الوقتي فالمهم ركز معايا وإوعى تنام مني في البداية الإخوة اللي بيسألوا على مصادر الأخبار تابعني على تويتر هتلاقي المصادر اللي هناك وما تنسوش الإعجاب بالفيديو وجزاكم الله خيرا خلينا نبدأ بقى في الموضوع وفي البداية أقول لك شيء مهم جدا الصراع التركي الروسي قادم بدون شت لكن أنا أقول لك مش في هذا التوقيت والآن الصراع بدري جدا إنه هو يبدأ وأنا الأرى اللي حصل ده هي زوبعة كبيرة وهتمر زي الأمور اللي مرت لها أسباب كثير بس ما تقدرش تحدد إيه هو السبب الرئيسي ممكن السبب يكون الصراع على موضوع القرم وممكن السبب يكون بسبب الصراع في الشمال السوري وممكن السبب يكون بسبب أوكرانيا نفسها وممكن السبب يكون هو الدول الناطقة بالتركية اللي روسيا ما زالت بتبتز فيها وحط عليها كلاب حراسة لحد النهاردة والسبب الأهم والأخطر اللي ممكن يكون هو في الساح الوقتي هو أن روسيا بتحاول تستخطب إسرائيل وتشجعها على التمرد على الأمريكان وبعدين تأخذها يعني روسيا تأخذ إسرائيل وتدعمها من الألف إلى الياء زي ما أنا شرحت لك فيه الفيديو بتاع مبارح هحط لك الرابط إن شاء الله فيه تعليق مثبت وتقدر تشوف الفيديو بتاع مبارح فالخلاصة دي أسباب لسه فيه أسباب تانية وفيه خلافات في مناطق كثير لكن أنا أقول لك هو المسألة أنه أردغان عايز يفهم بوتين بشكل أو بآخر أنه لا هيخف منه ولا هيكون تابع ليه ولازم بوتين يتعامل من هذا المبدأ أننا بنحقق مصالح كبيرة مشتركة وأننا هاخد نصيبي من المصالح راسي براسك لأن أنت من دوني ما تقدرش تعمل شيء وأنت من دوني ممكن الغربي يدخل عليك بحصار خانق ويقفل عليك المضائق المائية التركية ويضغط على اقتصادك مرة تانية وموضوع الغاز اللي أنت بتأمل أنك أنت تطمئن أوروبا به اللي هو هيمر عبر الأراضي التركية ده هيتبخر في الهواء وأنك أنت تكسب ثقة أوروبا ووسط أوروبا ده هيتبخر في الهواء يعني أردغان عايز يقول للبوتين أنا كل شيء بالنسبة لك وما فيش فايدة أنك أنت تروح بعيد عني مش هتعرف تعمل أي حاجة وبالتالي بوتين وأقصد وبالتالي أردغان عايز يحقق مصالح أدل لبوتين بيحققها ما تقلش وانقلت ما تقلش كتير وطبعا بوتين يرى أنه تركيا هي تركيا ليه مش تحمدوا ربنا أن احنا بنديكم أي حاجة وأن احنا الوقت في ظل الصراع العالمي يعني بندفع عنكم على الأقل من باب التهديد والتهويش والتخويف والتمركز العسكري وأن الغرب عمل لنا حساب لا وبدونا كان الغرب عملوا عليكم غزو ودي حقائق على فكرة لكن أردغان ينظر إلى هذه الأمور أن دي مش منحة من بوتين ده غصب العمنه فهو الصراع بين بوتين وأردغان أو بين الإدارة التركية بشكل عام وبين الإدارة الروسية بشكل عام هو أن كل واحد فيهم عايز يعني يأخذ أكبر نصيب من المصالح لأنها تركة أمريكية يعني باختصار روسيا زي مزاحة فرنسا كده من معظم الدول الإفريقية وبتزيح في أمريكا الوقت وأهدخل ناس التحالفات معها هي والصين وكده باختصار عايزين يمشوا فرنسا وأمريكا والغرب وييجي الروس والصينيين يمصوا في دماء الناس دي بس عشان نكون منصف الروس والصينيين أكثر سخاءا من فرنسا ومن أمريكا ده للإنصاف لكن أردوغان مش يقبل برضو الموضوع ده أردوغان شايف أن الدول دي لازم تتحرر ليه وأردوغان مصلح اجتماعي هقولك مش مسألة مصلح اجتماعي أو مفسد اجتماعي أردوغان يعلم أن تحرر الدول الإفريقية هيخلي هناك دول فعلا حقيقية قوية كلها هتبقى في قطاع عدم الانحياز وكلهم هاتقوا في تركيا وكلهم ممكن يدخلوا في معاهدات مع تركيا بناء على قاعدة الكل رابح وبالتالي هو يأخذ منهم بالشراكة أكثر ما يأخذ منهم بالابتزاز أو بالأحرى طبعا حجم المنافع بالابتزاز هتكون أكثر لكن هو ما يأخذ بالشراكة يضمن الاستدامة وبعد كده يضمن مسألة الدفاع المشترك ويضمن أمور كثير وممكن أحزاب وأحلاف ومعاهدات تتشكل في المستقبل ده اللي الروس والصينيين مش عايزينه وده اللي الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين منعوه من ساعة حتى من قبل ما نحزنهم في الحرب العالمية الأولى بمية وخمسين سنة مثلا ولا أكتر كنت تلاقي واحد جنرال اسمه كيتشنر رايح لابس بدلة عسكرية مصرية ورايح السودان بينما هو بريطاني واحتلال بريطاني والخديوي ما يملوكش حاجة في الوقت ده وبعد ذلك ييجي يقابله في السودان واحد جنرال فرنسي لابس بدلة عسكرية أعتقد سنغالية أو كده وبرضو السنغال أو إن كانت اتشاد أو دولة من الدول دي يعني ما دتلوش أي تصريح لكن ما تملكش من أمر من أمر نفسها شيء وتلاقي القيادة هنا يعني مع كيتشنر تلاقيها قيادة بريطانية صرف وتلاقي العساكل اللي هيموتوا مصريين وتلاقي في النحة التانية القيادة فرنسية لكن العساكل اللي هيموتوا تلاقيهم أفارقة سواء كانوا بقى تشاديين أو كانوا أي جنسية من الجنسيات دي وفضلوا منعين الدنيا يا ابو الشباب بهذا الشكل اللي فترة طويلة جدا يعني ممكن قبل الحرب العالمية الأولى سبعين تمانين سنة أو مئة سنة وبعد كده مش بقى من الحرب العالمية ولا حد النهاردة تقريبا مثلا أكتر من مئة سنة برضو يعني فترة طويلة جدا خليني أرجع للموضوع وأقولك أنه أنا ما زلت مختنع أن الصراع التركي الروسي وقته ومش الآن لأنه هما الاثنين متحدين وبيمنعوا الإنجليز والفرنسيين والأمريكان من امتصاص دماء العالم وبالتالي هما قدامهم يعني منافع كثير وغنائم كثير فمن الغباء أن بوتين وأردغان يصطدموا مع بعضهم البعض الآن وأنا أقول لك أنا قلعتي أن لا بوتين غبي ولا أردغان غبي وقلعتي أن الصين بتنصح الطرفين وقلعتي أن الطرفين كمان عندهم إدارة قوية بالذات الأتراك في الفترة اللي هي من 1990 لحد النهاردة أثبتوا أن هما عندهم إدارة حتى برغم اللي حصل لأربكان وكده لكن أديك شفت هما استعدوا إزاي وانقلبوا على الغرب إزاي في الحقيقة هي معجزة وفشل انقلب العسكري دا كان معجزة وده بيدي لك انطباعات عن أن الإدارة قوية الأمور اللي عملوها في سوشي وفي شمال سوريا وحماية قطر من أنياب ترامب والأمور دي كلها بتدللك على أن الأتراك فعلا عندهم إدارة قوية الخلاصة مسألة أنهم يدخلوا مع بعض في معارك الوقت دي مسألة مش مطروحة أمال إيه هو اللي حصل ولماذا أردغان صفع بوتين هذه الصفعة فتح معايا يا ابو الشباب وركز عشان الكلام الجاي دا مهم جدا جدا أنك انت تفهمه أول شيء وأول سبب مهم جدا هو أن أردغان عايز يفهم بوتين أن أنت بتتعامل ند بند مع رقم صعب يعني باختصار لازم تصحى لنفسك وتفوق لنفسك ولازم لما تفكر في مسألة التحالف وأن كان هو تحالف الإخوة الأعداء لما تفكر في هذا التحالف لازم تعرف أنك أنت مش تاخد أكثر من حد ولازم تعرف أنك أنت هتاخد راسك برأس تركيا ولازم تعرف أن تركيا عندها بدائل تانية ولازم تعرف فضل تركيا ما هو الوقت في كارثة في الحقيقة الوقت السويد لما تنضم لي الناتو اللي هيحصل إيه أمريكا سوف تفكر في تسليح السويد وده يعتمد بقى على السويد لأن الروس لن يسمحوا بتسليح نووي للسويد ده هو الوقت أنتقل شوية لحكاية التسليح النووي لأن دي نقطة مهمة جداً بولندا طلبت تسليح نووي من أمريكا وأمريكا ما قدرتش توفي طلابها وأمريكا أصلاً لو تقدر أن هي تسلح حد نووي كانت سلحة أوكرانيا من قبل بلاية الحرب حتى أو كده مسألة نقل النووي مسألة صعبة جداً والدول بترفضها والدول اللي هتطير فوقها الطيران ما بيسمحوش للطيران أن هو يطير فوقها والمشايان في المية مسألة فيها مجازفة لأن المية مليانة مخابرات ومليانة جواسيس وممكن يضربوا السفن في وقت يعني معين في عرض المحيط أو في عرض البحر أو كده يعني مسألة أن بوتين ينتظر أن حد يجيب له النووي على باب بيته ويهدده ما فيش غبي في العالم كله هيوافق على هذه المسألة ويقولك الحرب العالمية أفضل من اللي هيحصل ده فطبعاً الوقت السويد هتستفيد من الانضمام للناتو خد بالك أن لسه قرار انضمام السويد للناتو لسه في خطوات تانية يعني أردوغان وافق لكن البرلمان التركي ممكن يرفض الموضوع ومن ناحة تانية أن لسه المبر كمان موافقتش على انضمام السويد فلازم تحط في اعتبارك الموضوع ده فالخلاصة الوقت موافقة أردوغان على انضمام السويد يعني بيقول البوتين اتفضل وريني هتحل الكارسة دي ازاي لسه فيه كوارس تانية ايه هي فيه 56 أو 65 رأس نووي في تركيا في القواعد الأمريكية اللي موجودة في تركيا وهنا أنا برد كمان على الشباب اللي دايما يقول لك تركيا فيها قواعد وهي حليب في الناتو أقول لك تركيا لو ما كانتش في الناتو كان الروس دهسوها من زمان أيام الاتحاد السوفيتي واللي منع الاتحاد السوفيتي أنه هو يقترب من تركيا أنه هي كانت عدوة في الناتو وانجلترا وفرنسا دخلوا تركيا الناتو عشان يعملوا عملية رادعة للاتحاد السوفيتي فلا يفكر الاتحاد السوفيتي أنه هو يغزو تركيا لأنهما انجلترا وفرنسا مش عايزين الروس ولا السوفيت يوصلوا إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط ويهددوا الشرق المتوسط ويهددوا التجارة وتبقى كرسة فوق دماغهم ففي الحقيقة تركيا أفادت الناتو وحملت عنه أعباء كثيرة وكانوا مشغلينها يعني زي الخدام بتاع الناتو أيام الابتزاز الوقت لا الوقت التركيا لها وضعها في الناتو وعضو مؤثر وما زالت تستطيع أن هي تقدم خدمات لروسيا وهي في الناتو إزاي الكلام ده تركيا هتقدم خدمات لروسيا وهي في الناتو نعم هتقدم للروس خدمات وهي في الناتو على حساب الناتو أقولك لا مش على حساب الناتو وما لا على حساب مين على حساب المكر الأمريكي البريطاني إزاي الكلام ده وهو بنوت حلف الناتو وهي بنوت دفاعية يعني أنت ما تقرأ الحلف كله أو تسمع المعلقين بيعلقوا عليه هو في الحقيقة معاهدة دفاع مشترك تقدر تسميها بين الدول اللي بتقشي الناتو لكن أمريكا ما بتستعملش الحلف بهذا الشكل أمريكا بتبتز الحلف باختصار وبتسحب إرادة كثير من الدول في الحلف وبالتالي بتحوله من حلف دفاعي إلى حلف هجومي عدواني وعشان كده أمريكا ضمت بولندا بما يخالف الاتفاق اللي كان معها جربة شوف ومش بولندا بس ده ضمت المغر وضمت رومانيا وضمت شوكوسلوفاك وضمت مش عارف مين أعتقد يعني ضمت دول كتير يعني مش عايزة لغبط لكل واحدة فيهم بره أو كده فضمت دول كثير وكان شرط جربة شوف أن الناتو لا يتوسع باتجاه الشرق وتوسع الناتو باتجاه الشرق وكان شرط جربة شوف أن أي دولة كانت موجودة في حلف ورسو لا يضمها الناتو في المستقبل والناتو تضم يعني العديد من الدول فيما يخالف الاتفاق مع جربة شوف نظام بلطجة وعربدة ونظام فتوانة ويتفق وخلاص أدام أنت ضعيف واتفقت ما حدش يحترم الاتفاق بتاعت يعني إزاي؟ يعني تخيل مثلا أن جاء واحد بلطجي شبيح مجرم وبعد كده استلف منك فلوس وانت في حين غفلة سلفته الفلوس ديت وبعد كده تيجي تقول له رجع لي الفلوس هيقول لك آه بكرة بعد بكرة مش عارف إيه لما يجيني لما مش عارف إيه ويفضل كل ما تقول له اديني الفلوس يقول له يدي لك معاد أو يدي لك وقت أو كده لحد ما أنت تزهق وتبطل تطالب بالفلوس لأنه هو مش ناوي يدفع باختصار وانت مش هتقدر تعمل معا أي تدخل عسكري وما عندكش أي ضمانة منه وحتى لو انت يعني مش قدر تعمل حاجة في كل الأحوال صورة البلطجي اللي استلف فلوس من الضعيف هذا هي هذه الصورة هي اللي حصلت بين جورباتشوف وبين الغرب في موضوع الاتفاق لما انهار الاتحاد السوفيتي وسابه ألمانيا الشرقية والدنيا اتخربت فوق دماغ الروس زي ما تفكرين من حوالي يعني أعتقد في 1988-1990 في الحدود دي يعني أكتر من 30 سنة مثلا فالخلاصة خلاص هو كده خد اللي هو عايزه ووعدك بشيء ومش هيرجع وده على فكرة السياسة العالمية مشيه بالشكل ده من زمان مش من النهاردة يعني أقول لك يمكن من 200 سنة أو من 300 سنة كمان أو 250 سنة على الأقل والدول مشيه بهذا الشكل لسه قابليها بريطانيا وفرنسا مكانه بيعربدوا بقى في هناك في الشرق وعملين الشركة الهندية الشرقية مش عارف ايه يعني مش عايز أخرج من الموضوع لكن هي دي سياسة الكفار الظلمة لما يشتد ساعدهم ويمتلكوا القوة ويعربدوا بالشكل ده واللي يغيزك بقى في النهاية انه هو يرفع لك الصليب ويقول لك المسيح والرب ومش عارف ايه والأمور دي طبعا كذبين والمسيح بريء منهم ارجع لي الفكرة وقول كيف تخدم تركيا الروس من خلال الناتو وبما لا يجعل هناك خيانة للناتو في نفس الوقت والكل يحترمها باختصار تركيا سوف تعمل على تفعيل البنود الاساسية المبنى عليها الناتو وهتمنع امريكا وهتمنع انجلترا الوقتي مش عايز اقول لك وفرنسا كمان لان فرنسا الوقتي تحولت ضد امريكا وضد انجلترا في الموضوع ده وبتنادي بجيش اوروبي موحد يعني فرنسا ماشي على النهج ده الوقتي فتركيا هتعمل ازاي هتنادي بتفعيل البنود الاساسية ولما امريكا تيجي تعمل اي خطوة عدوانية تركيا هتقف لها بالمرصاد وهتقول لها الخطوة هذه تخالف تخالف القواعد الاساسية بتاع الناتو اللي احنا متفقين عليها وتبدأ تركيا تشجع الدول الضعيفة اللي امريكا بتبتزها وتقول لهم ما تخفوش واحنا هنقف مع بعضنا والقرار اصله جماعي وكذا الاخ الاخ وهتمنع بقى كمان تركيا الضربة تحت الحزام ايه هو الضربة تحت الحزام ما هو امريكا لما اي قائد بيعكسها بتفكر في قتله وعلى فكرة في كتب كثير بتتحدث عن الامور اللي زي كده يعني اعتقد في المئة سنة اللي فاتت بس قتلوا مش هقولك العشرات قتلوا المئات ودول يعني اعتبروا مشاهير سواء كانوا مشاهير سياسة او مشاهير فن وغناء او مشاهير طب او مشاهير اسلحة علوم طبيعية يعني فيزيكس وامور زي كده يعني امور مرتبطة بالعسكرية تخدم العسكرية قتلوا المئات انا مش عايز اقول الالاف بس قتلوا المئات ودول من المشاهير فما بالك بقى من المغمورين ان كان قائد عسكري ولا ان كان نائب مش عارف ايه ونس ما تشعرش بقتله فلك ان تتصور فتركيا يمكنها في المستقبل الزام امريكا وبريطانيا بالبنود الدفاعية للناتو وتمنع امريكا وبريطانيا تستعمل الناتو في هجوم او في مسائل عدوانية وده سوف يصب في مصلحة الروس بقوة بدون شك واحد يقول لي يا جبت اللطيف هل هي تركيا عند هذه القدرة اقول لك تركيا الوحديها مش عندها هذه القدرة لكن تركيا هيبقى عندها القدرة ان هي تبدأ بعملية الرفض وتبدأ بعملية النخد وفجأة تلاقي فرنسا تدعمها هتقول لي فرنسا تدعم تركيا اقول لك ما هي السياسة كده يا ابو الابطال باختصار السياسة هي ضرب تحت الحزام وما بيحتلمش لا قواعد ولا بيحتلمهم عهود ولا موثيق ولا اي شيء فانت يعني تتقبلها بشكل عادي جدا ان فرنسا ايه تروح مرة مع تركيا وتروح مرة ضد تركيا وما تستغربش ان فرنسا تيجي يوم من الايام تتظهر بان هي الحمل الوديع اللي بيدفع عن الضعفاء يعني تخيل كل حاجة في عالم السياسة المهم السياسي عايز يوصل للي هو عايزه بالكذب ماشي بالقوة ماشي بالخداع والحيلة ماشي لكن عنده هدف معين عايز يحققه حتى لو بالتحالف مع الشيطان حتى لو بالتحالف مع ألد أعداؤه فدي الفكرة دي لازم انك انت تستوعبها كمان تركيا المستقلة تقدر تخدم روسيا في ان هي تأمن روسيا من ان ما يحصلش هجوم بالسلاح النووي باختصار كده انتو عارفين الرؤوس النووية اللي موجودة في تركيا اللي انا كلمتكم عليها دي لو اطلقت من تركيا على الروس هتصل بسرعة مهولة جدا بينما لو اطلقت من أمريكا هتبقى المسافة بعيدة جدا برغم الصواريخ الحديثة والامور دي فاخد بالك مش مسألة الرؤوس النووية فقط مسألة كمان الصواريخ المضادة للصواريخ فامريكا تعمل عملية ردع للروس وتضمن ان الروس ما تطلقش على الامريكان صواريخ نووية لانه لو في حال ان الروس اطلقوا صواريخ نووية على الامريكان ممكن الامريكان من القواعد اللي هي في تركيا تطلق صواريخ مضادة للصواريخ الثقيلة يعني الصواريخ خفيفة وسريعة وتقدر ان هي تطلق عليها بحيث ان هي تلحق الصواريخ الثقيلة قبل ما تخرج من الحدود الروسية عشان تضربها داخل روسيا قبل ما تخرج من الحدود وتوقعها في قلب روسيا وبكده يبقى اللي هياخد طرار الحرب النووية هيفكر الف مرة لانه ما يضمنش اصلا ان الصالوخ يخرج من بلاده وممكن الكرسى تقع فوق دماغه هو فدي برضو امور يعني بتدخل في الحسابات الوقتي روسيا مستفيدة فايدة كبيرة جدا من ان تركيا تحررت لان فيما قبل الانقلاب العسكري الفاشل كانت ادارة القواعد الامريكية في تركيا هي ادارة امريكية صرف بينما بعد ذلك اصبحت هي ادارة تركية امريكية يعني لو قرروا ان هما يطلقوا مثلا صاروخ او يطلقوا رأس نووي ما ينفعش موافقة الامريكان لوحديهم وما ينفعش موافقة الاتراك لوحديهم ولازم هما الاثنين يوفقوا على هذا القرار وبالتالي تركيا هتبقى مقدمة خدمات جليلة فعلا للروس ان هي تجنبها الحرب مين اللي هيبقى متضرر في الحقيقة الامريكان هيبقوا متضررين يعني انت ما يغرقش الفرحة اللي هما الامريكان عاملينها الوقتي وكده الامريكان عايزين حرب اجيب لك من الاخر الامريكان عايزين حرب وعايزين ضمار وعايزين ان هما يستفيدوا ويرجعوا يعلوا العالم مرة تانية والامر دوت للروس هيطولوهم ولا الاتراك هيطولوا الامريكان ان هما يشعلوا حرب ولا الصينيين هيطولوا الامريكان ان هما يشعلوا حرب لان امريكا مش عايزة تشعل حرب منها ليهم امريكا مش عايزة تعمل كده امريكا عايزة ان هي تسلط عليهم دولة مثلا زي اوكرانيا وفعلا سلطت عليهم اوكرانيا لكن اوكرانيا مش مسلحة بشكل كافي والدعم اللي بيخشي لاوكرانيا بيخشي بتلكؤ من الدول الاوروبية والدول الأوروبية مش عايزة الحرب تشتعل أكتر من كده لأن عرفة الروس مش عايز كتولها والروس مسلحين تسليح جيد وممكن أوروبا كلها تتضمر وأمريكا مش خاصة لنا حاجة وتقول لك لما أوروبا تتضمر وبعد تدمير أوروبا نعمل لهم مشروع مرشال من جديد ونشرط عليهم شروط من جديد يعني عايزين يرجعولك بقى أجواء ما بعد الحرب العالمية التانية لكن المرة دي بقى الشروط هتكون ذبح بمعنى الكلمة طبعا كنت عايزة تكلم على مبادلة انضمام السويد للناتو وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لكن الفيديو طول ولسه في أمور أكتر من كده بكتير فأنا هعمل إن شاء الله فيديو مكمل لغطي باقي الأحداث وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم